هذا هو مصنع الكرتون التابع لأخوان ثابت قامت ميليشيات الحوثي بقصف قدائف الهون في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الحوثية التي ترتكبها بحق المؤسسات والمصانع الانتاجية في الخديدة قصفت الميليشيات للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مجمع أخوان ثابت بعدد من قدائف الهون القصف استهدف محطة التحلية في المجمع وألحق بها دمارا كبير بالإضافة إلى سقوط خمسة جرحى من عمال المحطة وصفت حالة بعضهم بالخطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الميداني في الدرهيمي جنوب الحديدة لتلقي الإسعافات الأولية مجمع مصانع شركات إخوان ثابت سبق وأنحررته القوات المشتركة من ميليشيات الحوثي في السابع من شهر نوفمبر 2018 لكن الميليشيات عملت قبل دحرها منه على تدمير ونهب محتويات مجمعة لتضع بذلك بصمتها الإرهابية على كل أقسام ومرافق المصانع من نهب وحرق وتدمير لمحتوياتها هذه المحطة الصحلية سابع المصنع أقوى ثابت قبل نجاز حودي بقصة غداف الهات فيما أننا أجل هذا الجمر يقرح خمسة من العمال طب صلوق المجالي في الدرهيمي وقبل قراءة سلسة وتنقلق لها لسلسة المقال يعني في الجزد حودي مكان زالت تستمر بقرق الهدنة وقص المصانع والنجاز العامة لمنازل المواطنين يعني الطحول المواطنين بحايا بقصة وجهة حودي بقصة غداف الهات نحن نشتغل معنا في عمال أجل نحن كذيفة الحودي في محطة التحلية في مصنع ياماني ثم عصر وزحابنا نقوم بقصة وخمسة منفار نتقل الآن إلى مستشد ريمين يستحبطهم خطيرة والآن بيحولهم إلى مستشفى المخار نستعرض هنا سلسلة لبعض من جرائم الحودي المستمرة بحق مصانع أخوان ثابت التجارية والصناعية من قصف لمرافق وأقسام المجمع وقنص متعمد لحاملها لم تمضي سوى خمسة أيام فقط من توقع اتفاق السويد حتى قصفت الميليشيات بقذائف الهاون مجمع أخوان ثابت التجاري والصناعي ما خلف أضرارا بالقة في منشآت المجمعة بالإضافة إلى إصابة الحديد من عمال المصانع الحادي والعشرون من يناير من العام الجاري استشهد أحد العمال ويدعى عبدالله القباطي وأصيب اثنان آخران جراء استهداف ميليشيات الحوثي للمجمع بقذائف الهاون وبعشره الرابع والعشرون من الشهر نفسه عودت ميليشي الحوثي استهداف المجمع بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى احتراق أحد الهناجر التابع له وإصابة العديد من العمال الحادي والعشرون من فبراير 2019 قصفت الميليشيات مجمع أخوان ثابت للمرة الخامسة وأصابته بشكل مباشر رغم خلوه من أي هدف عسكري للمقاومة المشتركة وتسبب القصف بحريق هائل في أحد الهناجر وأثلفت معظم محتوياته الرابع من مارس كانت الميليشيات قد عاودت توجيه أسلحتها الرشاشة صوبا مجمع ما أدى إلى جرح أحد العاملين وإصابة زميله أثناء ما كانوا يقومون بتنظيف أحد الهناجر التي سبق وأن استهدفتها العناصر الحوثية في التاسع من الشهر ذات وزع الإعلام العسكرية التابع للمقاومة الوطنية صورا لحريق هائل اندلع في مجمع أخوان ثابت التجاري والصناعي جراء استهدافه بعدد من قذائف الهاوان التي تسببت بحريق هائل في هنجرين السابع والعشرون من الشهر نفسه استشهد أحد عمال المجمع وأصيب آخر برصاص قناصة الميليشيات الحوثية التي تستمركز داخل المباني السكنية ومنازل المواطنين أمام المصنع في الثامن والعشرين من شهر مارس استهدفت ميليشيات الحوثي بقصف صاروخي مركز مقر اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة قبل عقد اجتماع جديد للجنة المشتركة لإعادة الانتشار الميليشيات جددت قصفها الهستيري على المجمع في الثامن عشر من يونيو حيث تسبب القصف بهريق هائل في أحد مستودعاته ضمن تصعيد متواصل وغير مسبوق منذ توقيع اتفاق السويد في الثامن من شهر يوليو جددت الميليشيات قصفها للمجمع بقذائف الهاون ما أسفر عن إصابة اثنين من العمال الثامن والعشرون من شهر أغسطس من الغام الحالي واصلت الميليشيات قصفها المدفعي والصاروخي للمجمع ما أدى إلى اندلاع هريق كبير في أحد أقسامه وإلحاق أضرار بالغة فيه بالإضافة إلى استشهاد وجرح عدد من عمال المجمع الشرطة العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية كانت قد سلمت العديد من الخزنات في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي لمنذوبين تابعين لإدارة مجموعة إخوان ثابت التجارية في إطار واجبها الوطني في تأمين الممتلكات العامة والخاصة بالشوارع والأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة مستمرة في ظل التخاذل الأممي والصمت المطبق من المجتمع الدولي تجاه التصعيد الخطير الذي تقوم به منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة منتصف ديسمبر الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر